مساء الخير بالأمس تم دفن الشهداء ولم يمت وليموت حق محاسبة المجرمين الذين سفكوا دماء بريئة بدم بارد وبالأمس أيضا أطل قديس يجعجع بكل وقاحة سعيا لاستثمار ما حصل في الداخل وقبض ثمنه من الخارج ما أثار موجة استياء ورفض لروايته في الرأي العام اللبناني وهذا ما عكسته مواقع التواصل خصوصا أن تاريخه يحكي عنه أيها القديس هل علينا أن نصدق أن للشهيد حصة في صنع مشهد القتل الذي كان ضحيته؟ هل تظن لوهلة أن هناك من صدق محاولاتك لتشرير ضحاياك المقتولين غدرا وغيلة وقنصا برصاص قواتك المجرمة؟ أيها القاتل عن سبق تصور وتصميم هل تظن أن سيناريو تقديم نفسك كبطل؟ والقول إن قتل الناس فضيلة ممكن أن يصدقه أحد؟ لا حتما لا النجاة من حكم العدالة يحصل في الحكايات والأفلام فقط أما في واقع الحال فسق البراء بعيد المنال مهما حاولت قلب الباطل إلى حق ولبست ثوب القداسة فيداك منطختان بالدم والتاريخ القريب يشهد وحاضر الطيوني شاهد واللبناني لم ينسى ليتذكر كل محاولات الهروب إلى الأمام لن تجدي نفعاً وجريمة الغدر في الطيوني كملبت في استنسابية المحقق العدلي في ملف المرفأ يشكلان معاً بنداً أول على أجندة العمل الداخلية وجدول الأعمال الوطني محاسبة المجرمين القتلة لا مفر منها والتحقيق يجب أن يحصل ويستكمل حتى النهاية لتوقيف كل المتورطين مهما على شأنهم والقوى الأمنية تكون مقصرة إذا لم تحاسب المسؤولين عن جريمة بحجم الوطن وهي مطالبة بأن تكشف كل ملبساتها أمام أهالي الشهداء والرأي العام ليعرفوا من القاتل ومن المقتول واليوم اجتمع رئيس مجلس المزارع نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هانري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي السهيل عبود والنقب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وجرى البحث في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيون وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملبسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين بهذه الأحداث إلى القضاء المختص وفي شأن مرتبط بملف المرفأ سجل موقف لافت ويحمل الكثير من الدلالات للناتق باسم لجنة أهالي شهداء مرفأ بيروت إبراهيم حطيط الذي طالب القاضي طارق البطار بالتنحي بعدما ثبت لديه بالدليل القاطع تسييس البطار للقضية وتعطيه باستنسابية